أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنان وجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا اليوم ضيفنا نبينا سامي عادلنا أخيرا ورح يحدثنا عن مفهوم الجهاد بالقرآن خلونا بالبداية نرحب لنبينا نبينا أهلا وسهلا فيك وسألونا كثير الناس عنك أهلا وسهلا بكم وسألونا عنهم السعادي أهو شرب على صحتكم جميعا بصحة الجميع والبرنامج والنبيجان وجميع الأنبياء الموجودين للأحياء والأموات طيب نبينا مثل ما تعودنا كل أسبوع محاضرة اليوم محاضرتك عن مكتوم الجهاد بالقرآن وأنت كنت كاتب كتاب الفرنسي وبدك عم تحاول تتبعه للعرابيليا فالتفون معك والمحاضرة معك تفضل نبيه أيوه أهلا وسهلا بالجميع وشكرا بأخي جان الله سمح لي تكلم مع المشاهدين أولا أنا كان لازم أظهر يومت الخميس أرجع إلى يومت الخميس كان كنت بفرنسا رجوعي كان يومت الأربعة عامة لكن الكتارات أضربت بفرنسا فأجبرت آخر رجوعي يومين وما كانش عندي الوسائل الفنية للاتصال بكم النقطة واحدة هي أول مرة بحياتي أقع في إضراب قطارات اللي 47 سنة عايش في أوروبا هي أول مرة أنقطع عن الصفر يعني يخرابوا لبرنامج الصفر علشان في إضرابات وفرنسا هي قرب سويسرا بسويسرا أبد ما فيه إضرابات قطارات أبد ما فيه فأستغربت سألت لماذا ففي الواقع يعني السبب بسيط إنه الحكومة بفرنسا بتمشي قوانين من دون استشارة الشعب تفرض قوانين على الشعب من دون ما تستشار إحنا في سويسرا كل أسبوع منصوت كل أسبوع يومت الأحد عندنا في البيت هنا جلسة للتصويت أنا وزوجتي وعندنا حتى مو موضوع عدة مواضيع بتقولي شو بدك تصوته ندرس الموضوع ومنصوته بنحطه بالبريد التصويت طيب مدام أنت اختارت القانون ما تقداش تضرب ضده فهنا فائدة فائدة الديمقراطية السويسرية صحيح كل تصويت في سويسرا بيكلف 11 مليون دولار أو أكثر كل تصويت 11 مليون دولار لبلد صغيرة مثل سويسرا 7 ملايين لأنه لازم يبعثوا المعلومات لكل بيت في البريد مع الأوراق والدنيا والتصويت ويفرزوا الأصوات ومثل هيك لكن هذا بيكلف أقل من الإضرابات بيكلف أقل من الإضرابات فلشوا البلد علشان الشعب مش مبسوط لو الحكومة استشارتهم خلاص ما عادش فيه إضرابات ما عادش فيه مجال اللي حاصل بعدين بدي يرد على سؤال سؤال جاني من أحد أصدقائي المتابعين لأنه الحلقة الأخيرة قلت إن شاء الله قل إزاي أنت تربط بين الإلحاد وإن شاء الله كيف يظهر عليه مع حضرش الحلقة الأولى اللي أنا تكلم فيه عن معنى الإلحاد لا يمنع أن تكون ملحد ومؤمن في نفس الوقت أنا على رأيي ممكن تكون مسلم وملحد وممكن تكون يهودي وملحد أنا أقول المسيح كان ملحد محمد كان ملحد وموسى كان ملحد يعني يلحد يعني يميل عن الفكر العام لا يعني أنك ترفض الله وإن قلت إن شاء الله هي كلمة الله شو معناتها كلمة الله جاي من إللي هو يعني مهما كان الله معناته إللي هو يعني اسمك شو موسى قال له لأ الله إنت شو اسمه قال له أنا الذي هو يعني إللي هو حتى مش عارف اسمه يعني الله مش عارف شو اسمه فإنت لما بتقول إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله إللي هو يعني مهما كان ممكن تكون قوة طبيعة ممكن تكون الإله زيش رومان ممكن يهوة تاع اليهود ممكن الله تاع المسلمين يعني كلمة الله لا تعني بالضرورة كما يعتقد المتدينين يعني مهما كان الله معناته مهما كان نبينا هي هي بصراحة يعني واجهونا كتير بهالمسألة هي انه انت مول حتقول ان شاء الله نحن هاي مصطلحات بتعودنا عليها وبتعني باللغة شيء يعني لما نقول ان شاء الله معناته مستقبل هوفلي مثلا بالانجليزي بوجود لا حتى ان شاء اللي هو هو بالضبط ان شاء اللي هو ممكن يكون الله معناته الكلمة الله معناته اللي هو يعني مش ضرورة اللي بعينو المسيحية او المسلمين او غيره لا وبعدين انت قد قال لي لماذا مثلا احمد القبانجي احمد احمد القبانجي بلبس عمامة والجبة بتاعت الدين فهو ناس بعيبه عليه بقول له انت كلامك يعني واضح انك انت ملحد فانت شو لابس لي كل الملابس الدينية هذولا فواحد هو واحد يحكي لك قصة واحد بيعرفه شخصيا اتصل بي قال له احمد القبانجي بيقول للرجل هات بيقول له ابدا لا تعرف نفسك انك ملحد لانه كلمة ملحدة يعني سلبي في المجتمع فقال له سأل له احمد القبانجي سأل لهذا الشخص صديق وقال له هل انت تؤمن بالحب قال له اعمل بالحب قال له شفت انت مؤمن حتى الملحد هو مؤمن بس مؤمن بمعتقداته مو مضرورة يعني انا لما اقول ملحد انا دائما بقول انا ملحد مسيحي فالناس مش عارفين ازاي يربطوها فالناس مش عارفين ازاي يربطوها هذا الرجل بضيع فينا بواحد بيقول لا الى الحاد ده معروف من زمانه معروف معناه ما تقعوش تتفلسف علينا بمعاني الكلمات لا اخير جعل اللغة العربية شو اللغة العربية واضحة انه للحاد لا تعني انكار وجود الله والله يعني اللي هو يعني متعبوناش بالشغله لهيك انا بقول انا نبي اقول لي ازاي انت تصير نبي اهو لا معجزات ولا شي ازاي طب اذاك نبي ليش معناه اقول نبي ايه ما في نبي احسن من نبي هناك تمثيلية لا اسماعيل ياسين عنبر العقلاء برموه برموه عنبر العقلاء يعني حي العقلاء هو حي المجانين فبيجي نابوليون كيف انت مين قال له نابوليون قال انا كمان نابوليون واضح بيجي عنطر قل انت شو اسمك قال له عنطر وانا كمان عنطر ما في عنطر احسن من عنطر احسن من عنطر ما في نبي احسن من نبي لا ما في احسن انا كنت باجتماع في اللورد في مدينة دينية ومع رجال دين ايضا وانا قدمت نفسي انه النبي سامي فقالولي ازاي انت نبي ازاي طيعت علينا المشكلة قال ليه هو نبي وانا مش نبي ليش بالضبط بالضبط لازم تنافس لازم في منافسة علشان السوق يعني ينهض نمو واحد يكسح السوق لحاله نبينا المشكلة من النبي واحد مانا مخلصين كلها البلاوي شايفينا فما بقى لك تكتر الانبياء يعني لا انت كترهم برخص صعرهم ايه واحد فهم علي مثل الجزر لما بيكتر الجزر بالسوق بصير كل عشر جزرات مليم هاي الفكرة وراها انه احنا كلنا انبياء فما تجيش اتغلبنا اغي اهو انت موحزن مني نتكلم على نفس المستوى الواحد بيقول لي صلى الله على سيدنا محمد عايز اصلي كل يوم افتح الكمبيوتر اصلي على اقول لي ما تصلي الي وما قال لي انا انا رجل طيب والله ما بي حد حسن من حد اذا تصلي الي بصلي على محمد ما بتصلي ايه اللي؟ ما بتصلي على محمد ايه ما بيز داعي الحاصل احنا حنتكلم عنه الجهاد اليوم كلمة الجهاد مفهوم المتعرف عليها لكن حندخل بعض التفاصيل انا بشرت الكتاب الفرنسي والكتاب متوفر على الانترنت من موقع مجانة حطيت الرابط تحت الاشريط وممكن كمان واحد يشتريه من امازون وحاليا انهي الترجمة العربية لكن حتى بالنص الفرنسي يتضمن كل نصوص المفسرين من محمد الى اليوم كل نصوص المفسرين عن الجهاد علشان تعرف ازاي هذول المفسرين فهموا كلمة الجهاد وكيف تسير الجهاد وماذا بترداد هناك مقدمة يعني جزء عام من حوالي خمسين صفحة عن الجهاد وهو هذا الجزء اللي انا تقريباً انهيت منه وحانشره خلال يومين الثلاث القادم وحضعه على الانترنت مجاناً للعرب مجاناً للعرب كما طبعة العربية للقرآن دائماً مجاناً يعني ما يقولوش انت جاي تعمل تجارة على راسنا لا ما بعمل تجارة امنها هلأ كلمة الجهاد كلمة الجهاد ماذا تعني كلمة الجهاد التعريف أولاً ندخل في التعريف ماذا تعني كلمة الجهاد الحاصلة كلمة جهاد مشتقة من فعل جهدة جهدة وجاهدة وكلهما يشيران إلى بدل جهد قد استعمل القرآن هذا الفعل ومشتقاته واحد واربعين مرة استعملت فعل جهدة أو جاهدة واحد واربعين مرة واحد واربعين مرة منها تلات وثلاثين مرة في علاقته مع القتال في علاقته مع القتال الجهاد تلات وثلاثين مرة يعني هناك ارتباط مضمون ما بين كلمة الجهاد وبين الحرب حرب على مين إزاي تصير الحرب حاصل كرجل أعمل باللغة الفرنسية عامة عندما اكتبت الكتاب الفرنسي استغربت رجعت للقموس الفرنسي الموجود على الخط لروس المشاهير سوف شو عينة كلمة الجهاد شفت انه أعطوها معنى دعائي أعطوها معنى دعائي استغربت انه الفرنسيين أعطوا لكلمة الجهاد معنى جهاد دعائي هو أعطاه معنيين أعطت قياب العربي الفرنسي موجود في الكتاب الفرنسي تحت ديكم المعنى الأول الجهد الذي يبذله الشخص للوصول إلى الكمال الأخلاقي أو الروحي بس هدا مو المعنى اللي احنا نفهمه بالجهاد ده هدا جهادي كويس إذا كان فقط انت عايز تحسن نفسك مو مشكلة مثل تجهد نفسك تتعلم اللغة الإنجليزية هدا برضو جهاد هدا ما حد بلومك عليه المعنى الثاني القطال والعمل العسكري لنشر الإسلام أو للدفاع وتستعمل الكلمة تعسفا بمعنى الحرب الدينية هذا القاموس الفرنسي يعمل دعاية للإسلام بيقول إنه تعسفا نعم وبيقول لك إنه المعنى الأول هو المعنى الروحي بينما المعنى الثاني والتعسفي إنه هو القتال والعمل العسكري وهذا الحرب الدينية في الواقع المعنى الأول اللي أعطى الله الروحي الفرنسي لا وجود له بالقرآن لا وجود له بالقرآن بتاتم وموجود في الواقع في حديث نبوي مشقوق في صحته هناك حديث نبوي منسوب للنبي محمد يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني إيه الجهاد الأصغر؟ هو الحرب والجهاد الأكبر يعني الجهاد ضد النفس يعني شهوات الشخص فسمى الجهاد ضد نفسه الجهاد الأكبر والجهاد الحربي هو الجهاد الأصغر ولكن هذا الحديث تقول فتوى السعودية لا أصل له هذا الحديث لا أصل له ما علي؟ ملهوش وأنا شفت كل كتب التفسير ونجد هذا الحديث في تفسير لمفسر صوفي توفى عام ألف وثنين وسبعين يعني أربعمائة سنة بعد محمد فهم عليه؟ يعني اخترع الحديث أربعمائة سنة بعد محمد يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهذا ليس مفسر عادي يعني التباري ما جابهوش كل المفسرين الكبار ما جابهوش إلا هذا الصوفي ومنجده بعدين في تفسير لاحق من توفى المفسر آخر ألف وثمانمائة وثمانية يعني قبل كارنين وهو برضو صوفي يعني هاي الجملة تسمح كتير في الغرب بقولك لا الجهاد يعني هو الجهاد الأكبر بقولك لا عزيزي الفتوى السعودية بقولك هذا الحديث لا أصل له لا أصل له وثانيا لا غير موجود في كتب التفسير إلا في الكرن الحادي عشر أو الكرن التاسع عشر يعني بعد ألف سنة بعد أكثر من ألف سنة من وفاة النبي محمد على كلنا وفي حديث للنبي محمد بقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحابهم يأخذون بسنته ويقتضون بأمره ثم إنها تختلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردا النبي عادت بقول إنه يعني الجهاد بيكون بتلك وسائل باليد باللسان باليد بالقلب وباللسان فإيه معنى إنك إنت إيه معنى إنك تجاهد بقلبك هو إنك تبغض العدو بغض العدو يعتبر جهاد أو إنك تدعي على العدو بلسانك فهذا يعتبر جهاد يعني الجهاد في نظر محمد ليس فقط أن تحمل السيف أو البندقية وتروح تقاتل لا إنت لما تروح على الجامع وتقول رمل نسائهم يتم أطفالهم أنت تجاهد تجاهد باللسان وبالقلب يعني كل إنسان هو يجاهد فالجهاد بالقلب حسب المسلمين اللي أنا قرأت لهم بقول لك هو أن تبغضهم وهناك حديث النبوي آخر بقول أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وهناك حديث ذات بقول السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله لكن اتفقت المدارس الفقهية عند السنة على أنه كل مرة استعملت كلمة جهاد تعني الحرب كل مرة استعملت كلمة جهاد تعني الحرب القرآن في الواقع لم يستعمل فقط كلمة جاهدة لم يستعمل فقط كلمة جاهدة هناك استعمل مثلا كلمة قاتلة فعلها قاتلة حاربة نفرة خرجة ضربة عنفقة ومرة كلمة غزة يعني لم يقتفي فقط بكلمة جاهدوا الكفار مثلا أو مثل ايه لا استعمل عدة كلمات ونجد في القرآن عبارة تقول وجاهدوا في سبيل الله أو وجاهدوا في سبيله وجاهد هذه العبارة أكثر من سبتين مرة هذه العبارة جاءت في القرآن أكثر من سبعين مرة يعني إنه الجهاد الجهاد مرتبط بسبب ديني الجهاد صار بمعنى ديني طيب اللي يقرأ القرآن يشوف إنه هناك آيات مسالمة وآيات عنيفة فبتدخل تقعد مع واحد داعية إسلامي في الغرب بيقول لك أو مثلا الشيخ الأظهر بيقول لك لا احنا ديننا يدعو للسلام تدخل مع واحد شيخ آخر الحويني أو غيره وغيرها تقول لا الجهاد هو القتال طيب إزاي هو سلامه للقتال إيه القصة تعتق هنا بيجيب لك آية حسب حسب الشخص اللي قاعد قدامه إذا حاب يدعو للإسلام بيجيب له كلام مسالم إذا عايز كاتلي يجيب لك آيات تقاط فإيه السبب هيك هلالفقهاء المسلمين قالوا هذا التضارب في النص القرآني سببه إنه فكرة الجهاد تطورت فكرة الجهاد تطورت فهناك المفكرين المسلمين لما تتبعوا آيات القرآن سبب النبي على صحتك أولاد على صحتك نبينا على صحتك على صحتك يا سيد الفضل فهم قالوا إنه تطور الوضع في الجهاد في أربع مراحل في أربع مراحل هذه المراحل ما هي؟ أول مرحلة اللي كان فيها هو في مكة محمد 610 بدأ رسالته ما كانش عنده القوة العسكرية الناس ما كانوش يردوا منه أو ما يردوش من أتباعهم مقلال بس ما كانوش راجي منهم قالوا حتى إن تعدوا عليكم لا تردوا التعدي لا تردوا التعدي يعني يكونوا مسلمين تعطي الحال ما عنده مش الإمكانية يقاتلوا فقال لهم أنتوا كلكم مسلمين ففي هناك بتقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن شو بدك أحسن من هيك؟ حلو جدا الله أكبر خلاصا لكل الناس حيسلموا بعد هاي الحلقة هاي الحلقة على قولت أخوانا ومصريين عظم على العظمة بيت تمام وبعدين ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم جميل جدا يعني ما حد ما حد يقدر يقول لك ده كلام عاطر أبدا يعني بس أنت لو تشوف التواريخ هدولة الآيات بتجدها إنها كلها مكية كل الآيات هدول اللطيفة ها هي كلها مكية وهناك آيات بتقول لك إنهم محمد والأنبياء إلى آخرين ما قالوش إلا ينظروا ينظروا ما بعثهم مش الله بالسيف نأخذ آية أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وما علينا إلا البلاغ المبين فذكر إنما أنت مذكر لست عليه ومسيطر من جديد كل هذه الآيات مكية من المرحلة الأولى فاللي عايز أعمل لك دعاية بيجيب لك الآيات هذول اللي عايز أعمل لك دعاية وهناك عدد كبير من الآيات حتى في الآيات تقول واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تقف في ذيك مما يمكرون لكن بعضهم نجد آية نجد آية شوي شديدة في المكية فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا هذه مكية لكن ايه معناها؟ المنتخف الصادر عن أزهر قال واستمر في دعوتك إلى الحق وتبليغ رسالة ربك وإن كاموا مدعوتك واعتدوا على المين فحاربهم وجاهد في ذلك جهادا عظيما لكن هذه آية في الواقع هي هي مكية لكن وجود كلمة جهاد كبير وهيك يظهر إنها مش مكانها اللي حصله هي مكية وفي مرحلة المكية هناك حديث للنبي محمد يقول فيه مهددا قبيلتهم بقولهم يا معشرك وغيش والذي نفسه محمد بيده لقد جئتكم بالذبح ده في العصر المكي وهذا الحديث تردده داعش ومجرعات رهبية أخرى لتبرير قطع الرؤوس المعارضية والأقباط والأجانب وغيرهم فهم علي؟ يعني المرحلة الأولى كانت نوعا ما مسالمة لكن تخلى لها يعني لحظتين يعني الحديث هذا الخطير والآية اللي احنا ذكرناها المرحلة الثانية المرحلة الثانية إنه بكلهم إذا أنتوا تعدوا عليكم ردوا على التعدي قالوا في الأول قالوا إذا تعدوا عليكم أصبروا مرحلة الثانية قال لهم إذا تعدوا عليكم ردوا على التعدي وهذه أعطيك الآن آيات آيات هي مدنية يعني خلاص صار عنده سلاحة واضح أنه عنده سلاحة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من نيارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا هدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر في اسم الله قدير ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله قوي عزيز فإذا قاتلوك يقاتلون أذن لهم أن يقاتلوا أن يقاتلوا طيب هذا إذن ليس إجباري المرحلة هون فقط إذن أذن لك ترد مش مجبور بس يعني أذن لك هل المرحلة الثالثة قال لهم يجب أن ترد المرحلة الثالثة قال لهم لا إذا إعتدوا عليكم يجب أن ترد في الآية هذه قال لهم هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة قال لهم وَقَاطِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهَ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُونَكُمْ 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 وَبِضِيفُ وَلَا تَعْتَدُونَكُمْ يعني إن قاتلوكم يجب أن تقاتلوا ولكن لا تعتدوا خليكم يعني متهاولين فاهم عليك؟ لسا لطيف إن الله لا يحب المعتدين ولكن شو بضيف؟ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثِ أَخْرَجُوكُمْ والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفير الرحيم يعني إذا هم بطلوا يعتدوا عليكم ما تعتدوش لكن لكن إيه معناها؟ إيه معناها؟ هنا هنا العجاية هنا العجاية بيقول لك الفتنة هنرجع للكلمة الفتنة أشد من القتل إيه معنى الفتنة؟ الكلمة الفتنة تيجي كتير مرات في القرآن هنرجع لها احتفظ بعقلك بيقول لك والفتنة أشد من القتل هنرجع لها بعدين في آية أخرى بيقول لك هاي بصورة البكرة بعدين كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْكِتَالِ وَهُوَ قِرْهٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ يعني أنتم مأمورين بالكتال وفي آية أخرى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِلْسِلْمَ لِلسِلْمْ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَقَّلْ عَلَّهِ إِنَّهُوَ الْسَمِيعُ الْعَلِيمُ فَأَمْ عَلَيْكُمْ هنا في مشكلة الحاصلة لازم أعلمها مش هنصلح الأمر الحاصلة هنا بيقول لك إنه إذا جنحوا للسلم الناس فكلها نرجع ما معنى أن جنحوا للسلم لا تنغش طيب هنا بيقول لك إنه إذا إنه اعتدوا عليك اعتدوا عليك ردوا وهذا الحق في الرد معترف فيه فقط للمسلمين أما إذا المسلمين اعتدوا على غيرهم اللهم مش الحق يردوا هذا رد فقط في اتجاه واحد ما فيش ولا آية قرآنية بتقول إنه المظلوم يحق له يرد يعني اللي اعتدوا عليه المسلمين هو فقط في اتجاه وحتى مثلا بيقول ممنوع إنه الفقهة قالوا ممنوع إنه المسلم يبيع سلاح للعدو لأنه بيقويه حتى في منهم يمنعوا بيق البترول النفط لأنه حيقويه حتى المواد الخام ممنوع تبيعها أوكي لو الغرب بيعمل نفس المعاملة مش هتبيعهم ولا آلات كهربائية ولا ملابس ولا شيء يعني بيقرب بيتهم هل المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة في الجهات هي فرضي بدء الكتال هل تطور قال لهم إذا قتلوكم قتلوهم حتى وإن ما قتلوكم قتلوهم المرحلة الأخيرة حتى وإن لم يعتدوا عليكم اعتدوا عليهم هذه هي المرحلة الأخيرة لما تزاد أتباع النبي محمد إجا الأمر إجا الأمر فضد مين هنا فرضي القتال على مين أولا ضد المرتدين هدولا ناس هدولا ناس لما مات النبي محمد قالوا للخليفة أبو بق أخي إحنا بايعنا محمد وإحنا إنت ما بنعرفش ما بنعرفكش ما بدناش نكون معاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حملوا حالهم روحوا قال لهم أبو بقر لا ما ينفعش كده اللي بايع محمد مجبور يبايعني ولك يا عم يعني ما بايعناك ما في فادي سنة كاملة حرب ضدهم حتى يجبورهم يرجعوا للإسلام هدولا ما اعتدوا كل ما هنالك عندهم بقولوا إحنا يا أخير ما بنعرفكش مين أنت محمد توفق الله يرحمه وإنت من وين جايب أن يطالعنا بالسحبي فهم عليك لا أمش عايزينك إحنا لا إلا مشبورين كونوا معي فالحرب ضد المرتديين حتى عند الفقهاء المسلمين أبشع من الحرب ضد الكفار الحرب ضد المرتديين يعني مثلا مش ممكن تعطيهم هدنة وممكن تقاتلهم بالليل مثل بالنهار وإلى آخر يعني الفقهاء توسعوا توسعوا في الاختلافات ما بين الحرب ضد المرتديين فيقول المواردين إن ينحاجوا إلى دارين نفردون به عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين فيجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم بتناظرهم بتقولوا إخواني ليش أنت مش عايزين تسيروا مسلم ترجعوا ويضح دلالة ويجرى على قتالهم بعد الإنذار والإعذار حكم قتال أهل الحرب في قتالهم غرة وبيانا ومصافتهم في الحرب جهارا وقتالهم مقبلين ومدبرين ومن أصر منهم جاز قتله صبرا بتعولوا رأسه بالسيف إن لم يتم ولا يجوز أن يسترق حتى مش ممكن تسوي عبد لا لازم تقطع له رأسه يعني ما تقولش إنه أنت بطلت وخلاص أهو نسويك عبد لا 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 الشافعي بكلك لا لازم تقطع له رأسه نعم وإذا ظهر عليهم لم تسب ذراهم وسواء من ولد منهم في الإسلام وبعد الردة أو قيل إن من ولد منهم بعد الردة جاز سبيه إذا واحد كان عنده ولد بعد الردة ابنه يصير عبد يصبح بنات بينهم بينهم بين أهل الردة وغيرهم نعم بعدين هناك الحرب ضد المتمردين البغاب هلا لنفرض أنت عينوك أخي نبي جاءن أنت رئيس الدولي واحد قل لا هذا شو هذا بشرم خمر صاحبنا ما بنفعش مناش نتبعه إحنا عايزيني نقوم 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 لا قال إخي نحن مسلمين بس مش عايزينك أنت لما ينفعش فالنبي بقول إذا واحد بايع شخص من بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وصمرة قلبي فليطحه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنك الآخر لواحد ثاني أجعلن حاله بتعولوا رأسه هذا النبي محمد بكل فيعني هم مبايع صاحبنا مين أبو بكر البغدادي طب زي أنت تبايع بشار الأسد ما انفعش الخليفة تعني هو أبو بكر البغدادي خلاص بتعولوا رأسه للأسد ما انفعش إمام واحد هذا النبي محمد أيوة طيب بالحاصلة مش هنطول عليكم نصير في الأمر هذا كمان أبو حافظ القرداحي كمان أمير مؤمنين يعني هو كذلك هاي تنطبق عليه هو بتطبق هاي القاعدة هو بيرجع للحديث النبوي هذا آيات القرآن هو لا يتبع رابوذا لا يطبع النبي محمد هلا هناك فتوى خطيرة لابن تايبية ضد النصيرية العلويين وضد الدروز لحد اليوم يستعملوها يستعملوها داعش وغيره للهجوم ضد العلويين العلويين والدروز في سوريا ويقول لك ايه وهلا القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أسناف القرامة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشرقين وضررهم على أمة محمد أعظم من دور للقفار المحاربين مثل كفار التطار والفرنج وغيره كانوا الأخطر من التطار فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع ومولاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسله إلى آخر طيب ولا ريبة أي شوفوا كل كيف شوفوا كل كيف وقد اتفق علامها المسلمين هذا بالتطار على إن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ممنوع تأكل من نسوانهم زواج ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاتهم منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم ممنوع تأكل من أكلهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ممنوع تدفنهم مقابر المسلمين ولا يصل على من مات منهم ولا رأيب أن جهاد هؤلاء مكامة العدود عليه من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين إلى أغنى وهؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم فإن لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شيئا لكن دماءهم وأموالهم مباحة ابن تيمية بنقول لك هدولا النصيريين علويين دمهم وأموالهم مباحة ممكن تقتلهم تسرقهم أهل الدروز عن الدروز نرسل شيء نرسل شيء قد كفر هؤلاء مما لا كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمين بل من شك في كفرهم فهو كافر إذا بتقول إن الدروز مش كافرين أنت بتصير كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب لا هم بمنزلة ولا المشركين بل هم القفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتسب نساءهم وتأخذ أموالهم فإنهم زنادك مرتدون لا تكبر طبوتهم بل يقتلون أينما ثقفون ويلعنون كما وصفوا ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ ويجد قتل علمائهم وصلحائهم لألا يضل غيرهم ويحرم النوم معهم في بلوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشيئ جنائزهم إذا علم إذا علم موتها ويحرم على ولاة الأم المسلمين إضاعة معمر إلى آخره يعني هذول لا تقدر لا تصاحبهم ولا تواكلهم ولا تزوج منهم ولا تدفنهم ولا حاصل هل لك هذول الجزئين يعني أول جزء هو البرتدين الجزء الثاني هذول البغات اللي رفضين يبدأ الحاصل هذول هلأ قتال ضد دار الحرب أو دار القفر في المرحلة الرابعة اللي شفناها إنه الإسلام قال إنه إحنا اللي حتى وين معتدوش عليك مدامهم كفار يجب أن تقاتل في المرحلة الرابعة سلنا القرآن على الجهاد ضد دار الحرب أو دار القفر يسموها إما دار حرب أو دار القفر بتبدئة المسلمين يبتديه المسلمون أنفسهم ويسمح لهم من نقض الهدنة إذا كانت غيرها محددة زمنيا وإن كانت محددة زمنيا لا يمكن شمن الحرب إلا بعد انتهاء الهدنة يقول القرآن وأذن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فأعلموا أنكم غير معجزين الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلى آخر وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وعطوا الزكاة فخلوا سمت يعني إن صاروا مسلمين ريح المصاروا مسلمين يجب أن تقاتل واقتلوهم حيث فكفتفوهم واخرجوهم من حيث واخرجوهم والفتنة أشد من القتل إيه معنى الفتنة إيه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير أيها الهاصل يربط القرآن ما بين الجهاد والفتنة إيه معنى الفتنة الفتنة يعني أنت بتقول أنت تعمل فتنة فعند الفقهاء المسلمين مجرد أنك ما تكون مش مسلم هي فتنة لأنك أنت ممكن تشيئ الفساد في البلاد مجرد أنك مشرك حتى ما عملتش عرب أنت بتعبد هبل هبل الإله هبل أو معارش اللات والعزة ومعارش ميت لا مجرد أنك أنت مشرك أنت بتعمل فتنة فيجب القطالة ضدك حتى تنتهي الفتنة بقول لك الفتنة أشد من القتل لأنه بقول لك إذا قاتلوك قاتلهم واضح فبقول لك يعني ترد قال له بس الفتنة أشد منهم يقاتلوك مجرد أنك تكونش مسلم تعتبر فتنة بحد ذاتها وهي أشد من أن يقاتلوك أخطر فإذا قاتلوك حتى تقاتلوهم ولكن حتى وإن ما قاتلوك فقط بسبب أنهم فتنة يحقوا كتالهم فهنا لما بقول لك الفتنة أشد من القتل إلها معنى فني خاص عند الفقاء وفي القرآن مجرد كونك أنت مسيحي هذه فتنة مجرد أنك يهودي فتنة مجرد أنك مشرك فتنة الوحيد الذي لا يكون فتنة هو المسلم وأظن نبينا حتى تارك الصلاة يعني تارك الصلاة بين هذا يعتبر مرتد هذا يعتبر مرتد عندهم بس هنا الفتنة تدخل في عدم دخول الإسلام كل ما لا ينتمي للإسلام مهما كان لي أنتم فيعتبر يعتبر صاحب فتنة ويجب تترى ولهيك النبي محمد كتب رسائل للرؤساء تعونهم كتب مثلا هراقل هراقل تعالروم قال له من محمد رسول الله إلى صاحب الروم إني أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم فإن لم تدخل في الإسلام فعط الجزية طب هراقل ما عمل شي حرب إيه معه قالوا لا أنت تدخل الإسلام ما حد تدخل لازل تفعل الجزية إلي فإن الله تبارك وتعالى يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وليحرمون ما حرب الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية يعني مثل نعش ناس يدفع الجزية طيب كتب إلى مثلا إلى عامل قصرة في البحرين شو بكلهم كتب لهم كلهم من محمد رسول الله إلى المنظر بن ساوى سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام فاسلم تسلم يجعل الله لك ما تحت يدك واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر يعني مطرح ما الجمال والخيل بتدوسه حيكون إليه كتب مثلا شيخين في عمان سلام على من اتبع الهدى أما بعد فأني أدعوكم أدعوكما بدعاية الإسلام أسلم تسلم تسلم تهديد إلا تسلموا تسلموا لما بتسلموا ما فيش سلام مش هتسلموا فأهم عليك فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتكما وإن أبيتما فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتتظهر نبوتي على ملككما تهديد واضح له دولة بعمان هو صاحبنا عايش في المدينة شو جابوا من المدينة لعومان لا قلوا يبتدفع الجز يبتسلم أو هي وإلا أنا حاجحة البلدك مهم عليك فقسموا فقسموا المسلمين المسلمين العالم إلى قسمين دار إسلام ودار حرب دار الحرب يجب يوم من الأيام أن تخضع للإسلام كل العالم حيكون يوم الأيام تحت سيطرة الإسلام وحتى موضودي بيقول لك وهو قاضي القضاء في بغداد بيقول لك الحرب لا تكف إلا في حالات استثنائية التالية مش ممكن توقف حرب إلا في الحالات التالية أن يسلموا فيصير لهم بالإسلام ما لنا وعليهم ما علينا أن يظفره الله أن يظفره الله تعالى بهم مع مقامهم على شرقهم فإذا هو ما أسلمش تنتصر عليهم هم مشركين فتصبى ذراريهم وتغنم أموالهم ويقتلوا من لم يحصل في الأسر منهم هي يقول لك لا شيعة لك لا تعمل هذا ليس الإسلام هذا قاضي القضاء بيقول لك هيك أنه ده عطيني عطيني شيء لا تداعش ما عمله علوش محمد ما عمله الخلفاء لم تقول فيه كتب الفكر المعتبرة وكتب التفسير ما تقول نيش ده ده مؤامرة سهيونية مؤامرة أمريكية مؤامرة روسية لا ده المواردين يكون لك طيب أيوة أو أن يستركهم يستركهم ويجرع عليهم أحكام الرق من بيع وعط يصير يبيع بيهم مثل ما عملوا باليزديين طيب والرابع أن يمن عليهم ويعفي عنهم قال الله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الركاب إلى آخرين أوكي هذه بالليا أن يبذلوا مالا على المسألة والموادعة فيجوز أن يقبلهم منهم ويوادعهم إذا قالوا له أخي ندفع لك الفلوس بس ريحنا ما اسموه أن يسألوا الأمان والمهادنة فيجوز أن تعذر أن تعذر الظفر بهم إذا تعذر الظفر بهم يأخذ المال منهم أن يهادهم مع المسألة في مدة قالوا إذا إنت مقدرتش تنتصر عليهم بحق لك تعطيق من هدنة لكن هذه هدنة يجب أن لا تكون أكثر من عشر سنين ممنوع تعمل سلام مع القفار أكثر من عشر سنين وإذا زاد عن عشر سنين تعتبر لاغية هذا لأنه النبي محمد عمل الهدنة مع بزمنه عشر سنين أوكي بقول لك من خلدون أنه هناك اختلاف ما بين الإسلام والمسيحية واليهودية المسيحية واليهودية ليست ديانة للعالم كله ولهيق لا يحق لهم القتال إلا للدفاع عن نفسهم أما الحرب بينما اليهود يعني هجوم هجوم بينما اليهود والمسيحيين لا يحقوا لهم إلا الدفاع عن نفسهم طيب هلأ أنت لما بتعمل حرب أخي لازم تعدل له لازم تعدل الحرب ما تقدرش فقط تحمل الإسلام وتمشي أولا أنت لازم تقلب الشعب لأنه لازم وراك الشعب يوافق على الحرب يعني ما تقدرش إنكليتيرا بكرة تقول أنا بكرة بدي أشن الحرب على فرنسا روح إلى جيش احتل له باريس الشعب مش حيرضى تقول لك ليه أنت ما ألم فرنسا أنت ليه تروح تحار فرنسا فأنت لازم تقلب الشعب ضد البريطانية ضد الفرنسا تقول هذو الفرنسي أولاد حيوانات وغير وغيرات ويجب أن يقتلوا تقلب الشعب عليهم كويس هلأ في الإسلام في الإسلام ظاهرة مميزة في القرآن والسنة إنهم دائما ينتقدوا المسلمين يجب أن تشحن الشعب ضد كل ما هو غير مسلم وهذا هو استعداد معنوي للشعب تعدوا الشعب معنوي حتى قال لهم أنه شوفوا حتى هذول المشركين من جميعهم حتى ممنوع يجوا يزوروا الكعبة ما هي الكعبة كانت مكان الحج للعرب الجميع كان في ثلاثمئة وستين إله شو قالهم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا تقول لك المشركون يعني من نصرى واليهود لا ما هم اليهود والنصرى ممنوعين تروحوا مكة يعتبرون نجس فأنت بتزرع في عقل المسلم مكة والمدينة ده مكان مقدس ممنوع للنجس يدخلوها أنا رحت مثلا على السعودية في شوارع عامة شوارع مكتوب عليها هنا للمسلمين وهنا لغير المسلمين علشان ما يقربوش على المناطق اللي مكة والمدينة لأنهم نجس يعني انت تشوفوا على المسيح وتشوف يهودي أول فكرة انه هدول المشرقين هدول نجس قمة العنصرية شفناها كلها بالطرقات حتى طريق للمسلمين طريق لغير المسلمين للأسف الشديد المهلك بالتمام وإن توف غير المسلم دون إسلام فإن مصيرهم جهنم فقط لأنهم غير المسلمين حتى توني خليفة قالهم يعني في البرنامج يعني إذا أنا مت بروح على الجحيم قالوا إذا تصير مسلم تروح على الجنة قالوا طب ما تصير مسلم يعني فين واضح يعني قالوا ما إنت بتفكر مثلي قالوا لا إذا إنت تعمل صالح بروح الجنة حتى ولو كنت مسلم هم عندهم لا إنت مجرد إنك كافر لم تدخل الإسلام قبل موتك فإنت أكيد مكانك الطبيعي هو جهنم ولا يحق حتى إذا كانت مسيحية زوجة مسلم مسيحية ممكن يعيش معها خمسين سنة ويجيب أولاد لما تموت خلاص هي كافرة هي راعة للجحيم ممنوع تكون بحدك بالقبر لأنها جزة لأنها كافرة هاي أول شي إنك بدك تشجع الشعب إنه يكره الآخرين وإنت تعرف شو تقول في جوامعكم جوامعهم إنه رم النساهم يتم أطفالهم وإلى آخرين والفاتحة شو بتقول آهدنا السراط المستقيم سراط الذين عامت عليهم غير المخدوم عليهم أي اليهود ولا تضالين أي النصارى سبعتاشر مرة في اليوم سبعتاشر مرة كراهية ضد كل من هو غير مسلم إزاي تتعايش مع الناس نبينا سبعتاش مرة ما عاد القراءة الفاتحة على الأموات وعلى بات الآن أيوة غير الفراطة غير الفراطة غير الفراطة سبعتاشر مجبور فيها غير الفراطة طيب نيا في ناس بكل حتة بصر أوقات لخمسين آخرين إزاي تعيش الحاصلة وضعنا عملنا حلقة عن طيب هلأ أولا لازم تعد الشعب ثانيا لازم تتمول الحرب تتمول الحرب فالقرآن دايما بيقول الزكاة والصلاة مربطة مع سوا والزكاة جزء سهم من الزكاة هو سبيل الله في سبيل الله فجزء من الزكاة مروح للحرب والقرآن بيستعمل عامة عبارة الجهاد وبالنفس والمال في 11 آية حتى بالمال لازم أنت تجاهد ولا هيك مين بتمر على داعش هم الأغنياء السعوديين هنا أوكي وبقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم بقول حديث نبوي بالمقابل عبد الله للمنفقين بأجر في الحياة الدنيا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يعني الإسلام مبرمج المسلم مبرمج يأما يقتل يأما يقتل ما فيش حياة مسالمة ما فيش حياة مسالمة يأما يقتل يأما يقتل واللي يروح يقتل أو يقتل ويدفع مال هذا الله بدي يعطيه في الجنة أوكي نكمل عدفلها ذلك أنه الهجرة لأجل الحرب ده أنت تعرف أنه في الإسلام هو السنة الهجرية بداية الهجرة في الإسلام ربط القرآن الهجرة بالكتاب الذين هاجروا وجاهدوا ليه لأنه محمد لما ترك مكة كان في بعض المسلمين بيكلوا في مكة فشاركوا بالحروب ضد جيش 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 محمد في منهم قتل فجاءت عدة آيات حوالي عشرين آيات تتكلم عن الهجرة وتقول له تعالوا للدولة الإسلام بالتمام كما تفعل داعش داعش بتقول الآن للمسلمين في الغرب أتركوا دولة الدول الغربية وهاجروا لنا على أساس آيات قرآنية واضحة علشان يضعف الغربيين أولا يقوي شوكة المسلمين ويحاربون ويعملوا جهاد النكاح حتى في مجلة داعش عدد متخصص للهجرة تقول له للمسلمين ممنوع تسكنوا في ديار القفر ويحق للمرأة أن تسافر دون محرم إذا خافت على دينها أو أموالها وتقول فرح وإذا لم تتمكنوا من الهجرة يجب أن تجاهدوا في البلد اللي أنتم فيه فربط الهجرة بالجهاد هو جزء من الجهاد هو جزء من الجهاد آيات الهجرة كثيرة لن ندخل في ذلك وحتى اليوم بيقول لك إنه بيقول لك إنه يعني حتى داعش تقول حنبعث نصف مليون مهاجر إلى أوروبا كأسلوب لزعزعة استقرار الدول الغربية وداخلهم يكون فيه إرهابيين وما شاء ذلك لعمل الحرب داخل الدول الغربية هلأ الهجرة جزء من إعداد للحرب بعدين إعداد المقاتلين لازم تعد المقاتلين يعني المقاتلين كلهم أهو عبدوا نفسكم هل كل مقاتل يجب أن كل شخص يجب أن يقاتل هناك فرض عين وفرض كفاية بكل كذا بلدك تعدي عليها فهي حرب عين يعني كل شخص يجب أن يقاتل إذا ما كانش تعد عليها فيعني بصير فرض كفاية يجب يعني إيه إنه كل دولة مسلمة حسب الشريعة الإسلامية يجب أن تعد للجهاد على قل مرة واحدة في السنة مشان تغزو الدول الأخرى مو كل المسلمين يروحوا لا يعني لازم مرة في السنة تعد نفسك يا رئيس الدولة إنك تغزو دولة أخرى هذا على أقل مرة واحدة في ناس بيقول لك لا إذا قوية شوكة المسلمين ومش محتاجين يعني ممكن نتخليها كل سنتين أو تلت مرة بس هنا الجهاد بلى عدوان بندون ما يعتدوا عليك يجب أن حتى مثلا حزب التحرير حزب التحرير الإسلامي في الدستور تاع والوضع ممنوع عمل معاهدة ترسيم الحدود لأنه إذا ترسيم الحدود بين الدول ما تقدرش تروح تقطعها مشال تعمل جهاد معاهدة السلام مع الدول الأخرى ممنوعة لأنه إذا تعمل السلام ما تقدرش تعمل جهاد وإلا أنت بتوقف مشروع الجهاد الجهاد هو أن تغز دول الآخرين لفرض الإسلام وهلا أنت غز فكلك بكل وبدو حزب التحرير إنه نحن من كل مياه ناس مثل ما قال محمد للوسائل اللي قرأنا أسلموا تسلموا تسلموا إذا إذا أنت عايزين تسلموا خير وبركي تعولنا نيح مش عايزين ادفع الجزية تدفعوش الجزية حنسموا نساءكم بكل وضوح قالها عندي فيديو أشريطة لحزب التحرير وأشريطة شيعية بتقول نفس الكلام نفس الكلام إنه نحن منخيرهم بين ثلاثة إذا كانوا أهل كتاب إذا ما كانوش أهل كتاب يخيروا بين الإسلام والقتل يعني الهندوس ما عندهم مش إمكانية أنهم يدفعوا الجزية يا إما الإسلام يعني بيقتعولهم روسهم فهم عليك فده بكل مشاريع ده ستير إسلامية تأتي تقول بكلام مثله اليوم وموجود على المواقع الأنترنت ومثله أستاذ جامعي من جامعة مصري درس في السوربون كتب كتاب القوانين اللي يجب أن تقضع لها الجيوش الإسلامية بكل وضوح نحن يجب أن نعد للجهاد يجب أن نعد للجهاد وهذه الخيارات التي نعطيها ويعدكم لنا استرقاقهم نعملهم عبيد وهذا الكتاب طبع في مصر وتعرف كل كتاب ديني في مصر لا يصدر إلا بإذن من الأظهر إما ضمن أم رسمي فيعني الكتاب متوفر وأنا أصلاً صورته حطيته على الإنترنت ممكن تحمله أنا أعطيكم الرابط بعدين أوكي هلأ إيه الحوافز الحوافز للمقاتلين كل منتو إذا إنتو دخلت الحرب طبعاً الحال لكم الغنائم والسبايا وإذا موت بتروح بالحوريات وإذا إنت أذنبت في حياتك تغفر لك جميع ذنوبك إلا إذا كان دين إذا كان دين لا تغفر لك أما فلا هيك الناس بيكونوا هذا غيره ومسلم واحد بيكون عامل السبع وظمتها في الدولة الغربية علشان الله يساهم وكله أفضل طريقة أنك تروح تحارب فهتغنم هتسبي وإن الموت تروح على الجنة بتأخذ حواري حوريات فهم علي فالإسلام يشجع على القتال يبعدوا يالأرض يالجنة هذه حوافز للمقاتلين فهنا كثير حرامية صرقين مجرمين مسلمين موجودين في الغرب علشان الله يغفر لهم ذنوبهم يعني ما بروح بحج عشان الله يمسح كل ذنوبهم بروح برمي حجر حجار على هذا معرفش إيه الحاصل الحاصل أيوة أو بروح يقاتل وهو بروح مطمئن إنه والله أنا عملت اللي علي أنا عندي شفت حلقة واحد كان إمام في إمام في سجن سجن هنا في سفزرا بلتقي بمجرمين مسلمين بقول لهم أنت عايز إنه الله يغفر لك قال له إيه إزاي قال له روح قاتل بأفغانستان بقول بكل وضوح في الفيديو في الفيديو بقول له أنا ما أقول له حتى واحد قال لي إنه شاف مثلا في المخزن تاع جامع جينيف كان في زمن الحرب تاع أفغانستان كان في أسلحة كان مخزن أسلحة في القاعة التحتانية لجامع جينيف مخزن جينيف فهم عني واحد قال لي أيوة مخزن الأسلحة اللي حاصلوا أوكي واحد قال لي إنهم وهو شافهم شاف الأسلحة في مخزن تاع جينيف علشان تشوف الحوافز للمقاتلين أوكي سير المعارك لن ندخل فيها المصير ما هو مصير اللي الذين يسلموا إذا أنت أسلمت حلاص أنت صرت مسلم من نفينا ما فيه نفس الحكم إذا ما أسلمت إذا كنت من أهل الكتاب تخير يا أما تسلم يا أما تجزية يا أما تقتل مع السبي وسلم أموالك وإذا ما كنتش ما كنتش من أهل الكتاب يا أما الإسلام يا أما القتل عندكش خيار ثالث لا يحق قتل النساء والعجزة والرهبان لكن يقول لك إذا قد يساعدون العدو يحق قتلهم يحق قتلهم أوكي ويسبون يسبون فيقول لك لا هذا مش داعش أخي ما كل الفقهاء بالتفكين على هذا الأمر فإزاي تقول دا مش داعش دا مش الإسلام داعش أوكي إحنا مش هندخل في طور هلأ اللي بصير إيه اللي بصير إيه هلأ اللي عايز مثلا يعرف نأخذ فيلسوف كبير مثل ابن رشد ابن رشد فيلسوف كبير كل الغربيين بعتبروا فيلسوف متنور لكن هم بينسوا إنه ابن رشد هو ابن رشد الحفيد هم اتنين ابن رشد ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد وابن رشد الجد والحفيد كانوا اتنين قضاء وقالهم معلفات في الفقه وكلامه لصاحبنا ابن رشد الفيلسوف الكبير اللي اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد كلامه عن الحرب والجهاد لا يختلف بنقطة واحدة عما تعمله داعش وفي كتابي وضعت كل الفصل تاعي ابن رشد باللغة العربية ومن الكتاب الفرنسي مترجمة إلى الفرنسية علشان ما تقول ليش لقى الفيلسوف والصفاء وهدول مو فكر مو داعش آخر ابن رشد اليوم لو بيكون بيكون داعشي اللي هذا بتقول هذا الفيلسوف متنور لا متنور ولا شي داعش داعش دا بيروح بكرة بيعطي الأما بيعطي يعني بعاهد البغدادي لأنه نفس كلامه اللي جاء نفس الأمور اللي بتعمله داعش موجود في كتابه لابن رشد اللي عنوانه بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب عن الجهاد وأنا في الكتاب اللي حضعه أضع كل النص كامل أضع النص كامل حتى اللي مش عايز يكره كل لأنه كتاب ضخم ففقط هو الجزء بتاع الجهاد مشان تشوفه حتى في الجزية وفي كل كله وحتى الرق والعبيد والسبي وكله يعني ما تقوليش إنه داعش هاي لا هاي اختراع لا في كتب ابن رشد موجود نفس الأمور اللي بتعملها داعش يعني داعش تطبق ما جاء في كتب بالرشد ما تجيش تقول لي لا هلأ النظرية الحالية لحد اليوم ما زالت نظرية الجهاد معمول بها في الكتب الإسلامية هو عامة عامة اليوم عامة اليوم يعني اللي بيحكم العلاقات الدولية هي بيثاق الأمم المتحدة ووثيقة حقوق الإنسان ومعاهدة جينيف في الحروب الحقوق الإنسانية الحروب ما شابه ذلك وهي في نقيد التام مع الشريعة الإسلامية في نقيد التام مع الشريعة الإسلامية هلأ كل الدول العربية انضمت للأمم المتحدة وكل الدول العربية والإسلامية وكل الدول العربية والإسلامية وافقت على معاهدة جنين هل يعني إنهم ألغوا فكرة الجهاد؟ لا ففهم علي؟ هنا المشكلة إنهم هدونا بلعبوا على حبلين أمام العالم بيقولوا إحنا موافقين مع الأمم المتحدة وفي جوامعهم وجامعاتهم لسه بيقولوا عنه بتكلموا عن الجهاد نفس الشي هو فقط مظاهر هناك مثلا مقال طويل محاضرة إلى ابن باز ذكرت جبت نص كامل لابن باز بيقولوا لا في ناس بيقولوا لا الجهاد فقط للدفاع بيقولهم لا غلط بيقولهم لا غلط الإسلام جاء للنشر حتى بالغزو بيقولها بكل وضوح وجبت النص كامل تاع المحاضرته وانشرته وهذا داعش وهو يعتمد على القرآن والسنة ويعتمد على كتاب الفكر المعتمدة وما قاله ابن باز قبل وجود داعش يعني ما تقول ليش انت هذول داعش شي جديد لا هو نفس الكلام اللي جاء انا انشر هذا المقال كاملة محاضرة لابن باز في كتابه عن الجهاد هناك عدة كتابة شيعيين وسنيين يقولوا بكل وضوح انه الإسلام هذه هي الخيارات تعاونه يستعمل كلمة جهاد بس بالجهاد بالمعنى الهجومي هم بسموه جهاد الطلب او الجهاد الابتدائي الابتدائي يعني هم اللي بابتددوه والطلب هم اللي بطلبوا الجهاد وهم بسموه الجهاد الهجومي هل حاليا هناك محاولات شوف شوف بدحكة محمد رأى فطعوثمان بدحكة فقط واحد منهم مشان تشوف معلقا على الموارد على الدول الإسلامية أن تعمل بشتى الوسائل على نشر شريعة الإسلام وتبليغها لمن لم تصل إليه فإذا لم يستجب المجتمع الذي أبلغ بها فيعرض عليها أن يعاهد المسلمين فيدخل في ذمة المسلمين ولجميع أفراد هذا المجتمع الذي رفض الإسلام ودخل في ذمة المسلمين ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات ما عدا بعضا الأمور وهم مستثنون منها اوكي يقول لك يعني إيه إحنا لازم نبلغ الناس إذا ما قبلوش الإسلام لازم دخله تحت زمتنا فإذا رفض هذا المجتمع الأمرين السابقين وهم الإسلام أو الدخول في ذمة المسلمين يعني الفاجزية فلم يبقى إلا طريق الحرب لأن الشريعة الإسلامية لا بد أن تبلغ لها كل المجتمعات والحرب هنا طريقا لا يختاره المسلمون وإنما يلجأون إليه باختيار المجتمعات غير الإسلامية التي رفضت الإسلام أو الذمة يعني إذا مثلا هلأ بيجي المسلمين بيقولوا لا إنجليترا يا إنجليترا صيروا مسلمين ماذا يصير طب خلاص يدفعوا جزية ماذا يدفعوا جزية خلاص ذنبكم على جنبكم نعمل الحرب الغلطة غلطتكم مدام أنتوا رفضتوا الإسلام ورفضتوا الجزية ما بقي أمامنا إلا نحاربكم وما تقولوا إحنا اللي اعتدينا إنتوا المعتدين أنتم أصحاب الفتنة فهموا عليه الفتنة الفتنة وأشده من القاتل هذا أستاذ جامعي ومتصل بالأزهر وإله كتابات وهذا نص حرفي منه نص حرفي منه يعني ما تقول ليش ما يقول ليش لا أنت شو عامل إيه من وين جايبوا من عندي لا هذا ما زال حيون يرزل منيح هناك أستاذ جامعي أكلت لك تعالي خارجي السربون ذكرت كل البواد المهمة الخاصة الخاصة بالجهاد شوف في في مادة بتقول السخرية الصادرة من دولة أجنبية بالمسلمين بعد عصر النبوء وعصر الخلفاء الراشدين لا يعتبر إنذارا بالحرب على دار الإسلام لكن السخرية بعصر النبوء أو عصر الخلفاء الراشدين أو بفريدة مجمعا عليها من فرائد الدين يعتبر إنذارا بالحرب إلى سائر المسلمية إذا انتقدت محمد تعتبر هذا إعلان حرب فيحق للدولة الإسلامية أن تحاربك تفهم عليك أوكي يعني واضح الأمر واضح الأمر واضح الأمر إيه اللي بيكون هناك واجب شوف هنا حزب التحرير لن نطيل عليك في دار الإسلام ودار واجب الدفاع لكمل واجب بدء الحرب واجب بدء الحرب شوف في في مجلس إسلامي أصدر أصدر مشروع دستور بيقول الجهاد فريدة المحكمة الدفاع عن النظام الإسلامي وعن أرض الإسلام واجب على كل مسلم تقوم الدولة ببناء كواتها المسلحة وإعدادها أفضل إعداد ممكن بحيث تكون قادرة عددا وعددا على تلبية مطالب الجهاد إلى آخر الإمام حصله الحرب الحرب يعني هنا يقول الجهاد علي جريش مصر الجهاد ماضي إلى يوم القيامة إعلاءا لكلمة الله والإعداد له واجب المجتمع الدولة والقوات المسلحة جزءا من الأمة المدربة روحيا وماديا لحراسة الحدود لحفظ النظام ويجري تدريب أفراد الأمة بما يقفل التعبة الفورية في أي ظرف وينظم القانون ذلك أوكي يعني التسطير اللي عايزينهم ويطبقوها بفكرهم تحثوا على الجهاد على القتل بالتمام كما هو في الفكر الفكرة التقليدي عند أبو الرئيس وعند إبو الرشد وغير هناك أشرطة أشرطة كثيرة هناك أشرطة كثيرة تتكلم عن الجهاد لكن هناك ناس يقول لك لا إحنا الإسلام لم يكن أبن ذا المعتدي وحتى النبي محمد كل حروب وهي حروب دفاعية وليس هجومية فعايزين يزينوا الإسلام فهموا إيش بروح يعملوا بيذكروا آيات بيذكروا آيات من القرآن المكي وبتغاضوا عن الآيات المدنية أو بيفسروا على طريقتهم ألقي هناك عدة محاولات عند الشياء كما عند السنة هناك شخص واحد شخص في في سويسرا حتى عامل كتاب بمقال بقول أن الإسلام لم يدعو أبدا إلى العنف ولم يقاتل إلا دفاع وهذا المقال وزع على كل البيوت في سويسرا ولما أنا اتصلت في الصحيفتين اللي وزعت هذا المقال كنت لهم أنا عايز أرد عليه منعوني يعني حتشوف إزاي الوضع كنت لهم ليه أنتوا تمنعوني كالحنا مش عايزين نصب النار على الزيت على النار أخي أنت أنت بتنشر كذبا أنت بتنشر دعاية كاذبة إزاي أنت تسمح بدعاية كاذبة بنا على المحاضرة القيمة بصراحة يعني أظن الحديث بالجهاد يأخذ ساعات كثيرة طويلة جدا خلينا نأخذ شوية تعليقاتنا بنا فضل طبعا أصدقائي أنا راح أفتح السكايب بس راح نأخذ شوية تعليقات أظن في عندي سؤال بولستاذ سامي هل ترى بأن العالم العربي يسير نحو مجتمع لا ديني أم العكس أظن أنه الناس تفروا من الدين الإسلامي لكن المشكلة المشكلة إنت حيستطيعوا يتكلموا ومن دون كلام من دون تصريح بالأمور ما تقدرش تغير المجتمع هنا هنا المشكلة لكن أنا أرى أنه الإسلام هو في طريقه إلى الانتهاء أنا أرى ذلك وأتمنى ذلك ليس كناية ليس بغضا بالمسلمين ولكن لصالحهم لأنهم هم أول ضحايا الإسلام في رأيي فمقدرش أقول للمسلمين يا مسلم روح سير مسيحي لأنه الدين المسيحي فيه تعقيدات كثيرة تعقيدات عقائدية كثيرة وأنا لم أدعو أهدا للمسيحية رغم أني أنا أعتز بمسيحيتي على طريقة الخاصة طبعا في الحال لكن الطريق الوحيد اللي بيبقى أمام المسلمين هو الإلحاد وليس إنكار الله بحد ذاته يعني اللي هو بمعنى اللي هو ولكن إنه تخرج من قطيع الجمال اللي سوقه حمار مع احترام الجمال والحمار رجال الدين بسوقه الناس قاعدين للمذابع والمسالخ بجردوهم من عقولهم فالطريق الوحيد اللي أنا أرى للمسلمين يعني هو الإلحاد أو يعني الخروج عن طريق القطيئة بهذا المعنى بمعنى اللغوي تعكلمة الحادة فضل طيب في عنا كمان سؤال بأظن بنفس الطار والملحدين عم بيقول نفس الشخص يقولون أن رواسب التوجهات قبل الإلحاد تكون لها الأثر الكبير في توجه الملحد وتؤثر على الكثير من قراراته ومبادئه مثلا الملحد الخارج من بيئة أو توجه أو رواسب إسلامية يختلف عن الملحد الخارج من بيئة أو توجه رواسب مسيحية أو يهودية آخرون يعتقدون أن مقدار هذا التأثير قد يكون كبيرا بداية ولكنه يصغر مع مرور الوقت مع تكوين وتمتين التوجه للحاد للشخص هل تحمل رأيا في هذا الموضوع وما تعليقك على ما يقوله البعض حول مدى تأثير الرواسب في حياة الملحد وتوجهاته إذا أنت جاي من تجاه مسيحي إذا أنت كنت أصلك مسيحي وأصبحت ملحد أكيد هناك اختلاف بينك وبين مسلم جان من خلفية إسلامية ليه لأن المسيحية ليست دين تشريعي يعني 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 أنت حطور بعض بعض المعتقدات بعض النظم الكنسية ومثل ذلك لكن الإسلام يا للأسف يتضمن كثير من التشريعات التي نحس ضررها يومياً فيخرج المسلم أنا أرى أنه أكثر تحرراً حتى من الملحد المسيحي لأنه هو نكوى بالنار هو نكوى بالنار أكثر من الملحد المسيحي لكن الثنين آخر يعني لازم يتعاون رغم اختلافهم عن بعضهم ولازم المسيحي يفهم أنه هذا أخونا الملحد المسلم أو اليهودي ويختلف عن نظرته سبب الحاد وسبب آخر غير أنا بس إحنا قلنا في طريق أنه إرجاع استعمال العقر هذا هو النقطة الأساسية أذكر أحنا أنا لما كنت في مدرسة للرهبان في بيت لحب كنا نروح نغني نقول ينهد الدير يا راهب بلا رهبانك يا ربي ينهد الدير يا راهب بلا رهبانك يا ربي طبيعة الحال بس يعني هو المسيحي بيجي من فكر بيختلف تماما عن الفكر الإسلامي والملحد المسلم فعلا يعني انكوى بشدة بما نراه بما نراه لا تجد المسيحيين اليوم يسبون أو يهدمون أو مثل هيت كما كما تفعل داعش هو ما بحسش حاله مرتاح مع نفسه فبيخرج يعني جدا غضبان على الديانة تاعته أنا أشوف كتابات بعض الملحدين المسلمين شخصيا أستغرب من حدتها أستغرب من حدتها ولكن أفهم دالك يعني بسأل أنا 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 أقول لنستعمل وسائل حضارية حضارية للتخلص من هذه الرواسب الدينية الشائنة يلسف فضل طبع نبينا أنا عندي بس بما أنه الحلقة هي عن مفهوم الجهاد بتقدر تشرح لنا شوي ببساطة علاقة الجهاد بالصعاليك كيف بدأت علاقة الجهاد بالصعاليك الجهاد والصعاليك كيف بدأت مع بعض بصدر الإسلام أيها أنا أشير هنا إلى حلقة ممتازة لعبد الصمد حامل عبد الصمد في صندوق الإسلام حول علاقة محمد بالصعاليك في بداية الإسلام و طبعا الحال اللي انضمه إلى محمد في البداية حسب قوله وحسب الوصائق ان هذول ناس كان لهم مصالح مادية وكان عايزين يسيطروا على المجتمع ونفس الأمر يعني نجد هذه نفس الظاهرة اليوم في الذين ينضمون إلى داعش أكثر يطمس عليك هذول ناس مجرمين تركوا المجتمع الغربي لأنه ما عرفوا يتأقلموا في هذا المجتمع في ناس بيقول هذول كان دايما سكير ودايما هيك وهيك وهذا ما حدث في زمن محمد يعني ما تقدرش تقول محمد محمد في 12 سنة الأولى اللي هو بشر في الإسلام لم يكن له إلا حوالي 101 انقطرت أكبعه 12 سنة 101 يعني كل سنة كان يكسب 10 أفراد موقت سنة كاملة عايز امتى صار عنده أعداد كبيرة لما صار يعدهم مين مصلحته مصلحته اللي عايز يتعدى على القوافل يتعدى على بيوت الناس يتعدى على النساء الآخرين فهدول كلهم صار عليك أكيد أكيد ما تقدرش تقول إنه إنه خالد بن الوليد كان قديس من قديسين السماء لا دا كان مجرم من درجة أولى كان مجرم من درجة أولى عثمان ما تقدرش تقول دا كان قديس لا دا كان صار لوك كبير كل هدولا كان لهم مصالح مادية وانضم أبو صفيان ما تفكر إنه أبو صفيان من يوم لآخر صار قديس لا كان صعلوك قبل انضم إلى محمد قصعلوك قال شو يعني ما هيك كلمة بصيره مسلم وماله إذا بتجيب لي فوائد إيه صار مسلم وهناك كثير من الناس أصلا بتحولوا للإسلام اليوم إما لأنه عقلهم مخلول أو لأنه هناك مصالح مادية هناك مصالح والقرآن بذاته بقوله المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم كان يعني واضح في النص القرآني أنا درست درست موضوع المؤلفة قلوبهم في كتابي عن الزكاة فكان يعطي مئة جملة واحد يعني من جماعتك يعني يتحاور مع محمد كان بدي يعطيك جمل علشان ينضم إله إقرأ كتابي عن نصوص المفسرين عن الزكاة اللي أنا نشطها وتشوف واحد من سهام الزكاة هو الرشوة ترشي مين الصعليك طبعا الحال الصعليك هدول كانوا كانوا لهم سهم يعني مثل المافيا مثل المافيا بالتمام إذا أنت بتدخل المافيا إليك حق في المافيا تغنم منهم وبغطوا عن عيوبك ومثل هيك تفضل طيب معنا اتصال من الأخ أحمد كار أحمد تفضل أخي أحمد مساء خير عليكم تحية طبعا لنبينا سام والجان يعني حلقة جدا جميلة إسلام حبيبي تفضل مرحبا أخصر ما قاله نبينا سام يعني هو قال في البداية محمد يعني كان مستضعف في مكة لم يقاتل قريش كما نزلت الآية دعو إلى سبيل عبك بالحكمة والمواعد الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لما رحل المدينة كانت أول آية للجهاد اللي هي علم الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير فمر الجهاد يعني بأربع مراحل إلى أن وصل للمرحلة الرابعة الأخيرة وقاتل المشركين أينما ما وجدتهم كافة هنا ذكر نبينا بس أنا لاحظ نقطتين النقطة الأولى يعني أود أنه بس يركز عليها في الفقه لدينا حديث النبي يقول يعني حديث محمد يقول في ساب قال أبو بكر قال النبي الإمام من قريش يعني لو حطيناها في وقتنا الحالي من هو الإمام يعني من قريش في أدك بس ثلاثة اللي هو ملك الأردن وعدك الخامنئي أو أبو بكر البغداد يعني ركز لا آل سعود ولا حكام قطر ولا الإمارات و الأخيرة اللي هي نحن كباحثين يعني نختلف في محمد قبل الهجرة يعني محمد في مكرا مثلا رأي نبينا سام و كان شوي كويس مع أنه في حديث يقول لك إنما بعثت بالسيف لكن رأي أحمد حرقان أنه كان سيء يعني بحيث أنه في كان من أخواته ومرضاعاته يعني زينب وغيرها كان معافة أقرب ما يريد يعرفون أن كان مؤذي بدرجة بس جواب على هذه نقطة طيب شكرا كثير لك أخي أحمد شكرا كثير نبينا فضل أيوة هناك فضل صوتي طيب يلا أشيل الصوت أنا ذكرت هناك آية قرآنية من الزمن المكي وحديث نبوي من زمن المكي جئت لكم بالذبح يعني كان بداية واضحة إنه صاحبنا حينحرف كان واضحة حينحرف حياته قبل الهجرة يعني لأنه ما كانش عند الوسائل القتالية مش بعروف عنها بالتمام يعني لا نعرف تفاصيلها لكن تكفي هدول الفقرتين أو الفقرة أنه جئتكم بالذبح حتى يوضح لكم يوضح إنه صاحبنا يعني في آخر العمر في آخر العمر اتجاه هذا اتجاه هذا إنه يغسوا ويقتل وما شاء هذا لكن قد يكون نفيد إنه الباحثين الآخرين يشوفوا الكلامة اللي حكا صاحبنا صديقنا ما هو كان علاقة محمد مع جماعته قره مثلا لأبو لهب لأبو لهب وطريق تصارهات هذه السيرة النبوية يجب إعادة كراءتها ونشوف مدى صحة تقول لك إنه النبي لأ كان ده معصوم وما كان ش يخطأ أبدا ولا شي ما نعرفش لكن كتب الغزوات والسيرة ما بعد الهجرة هي واضحة إنها يعني ليست في الصالحة ليست في الصالحة فضل طيب النقطة الثانية يا أحمد أنا بصراحة ما في متأه جب سيرت ملك الأردن والعالم هيا أنا بصراحة ما كنت مركز معك إذا بتوطر تعيد إلي أكمل نقطة عندي وهي ما راح تستغل ثلاثين ثاني وراح أرجع لها طب وإذا استشهد يعني إذا مات عندك الحور العين يعني الثلاث وسبعين حورية وإذا كان مزوج وحده يضاعف العدد إلى آخره المحصنات ومن النساء ما ملكة إيمانكم اللي كشف هذه يعني اللي قربنا في عصرنا الحالي هي مجاصر بالأيزيدية اللي شفناها السبي وحتى كانت في الدولة الأطمانية كانوا يفتخروا أنهم يقتلوا ويسقوا الأيزيدية لأنهم يعبدون الشيطة النقطة اللي راح أذكرها الآن أنه الفقهاء أو حتى الحديث في يعني عند البيع قال الإمام من قريش يعني بمعنى أنه يجب أن يكون من قريش في عصرنا الحالي ما عدنا غير تلاعظه اللي هو أبو بكر البغداد ما بعرف يمكن يكون يعني من قريش أو سهيد وعندك الخامناء وملك الأردن اللي هو هاشمي فعلى حكم المسلمين يعني هنا تسقط كل حكم آل سعود أو حكومة المغرب حكومات قطر كلها تكون ولا بشا هذا اللي كنت ذكر آل سعود آل سعود نعم هنا هنا في الواقع مثلا ملك الأردن بيعتمد على نسبه الخامناء كان يعتمد كمان مثل هدول العمامات تعونهم لحطهم لون أسود ولون أبيض تبرع أنهم منهم العقم عن نبي محمد والبغداد اخترع له نسب كما كذلك أمير المؤمنين في المغرب اخترع له نسب أنه ده من السلالة النبوية ما تدريش ما حد يدري بالواقع من هو الأقرب ربما أنا محمد واحد من أجداد آخر الأمر فأنا أطالب بالخلافة بل حالة هاي أطالب بالخلافة وإنت نبي يعني إنت نبي نبينا صحيح يعني شو أطلق على الكرسي صحيح 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 ما احنا وياك قاعدين على نفس الكرسي هو نبي بزمنه أنا نبي بعصري ومثل جان النبي في لندن ومثل هيق والنبي إسماعيل نبي في مصر كلهم الأنبياء طبيعة رحالة إذا رجعنا للفكر الإسلامي منشوف أنه يعني شرعية الحكم إذا كان هم ملازم يكون من قريش مضى الحد مضى الحد يعني للأسف هو اللي صار اللي في العراق أنه العائلة الهاشمية دم القضاء عليها ربما كان هو أفضل من الحكم اللي جاء بعده ما تدريش وأنا الملك الأردن في الواقع ما عنديش أي عيب نحوه ولا أستعيب لا بل أقدره يعني بعض المواقف وفعلا فعلا تقدر لكن المهم هو حرية المعتقد وحرية الناس والمسواة بينهم يا للأسف كل هؤلاء الدول اللي تنسب للنبي محمد لم تلتزم حتى بوطاك حقوق الإنسان اللي بقولوا إنهم وافقوا عليها أو ما وافقوا عليها شو أنا بهمني تكون عصاميا ولا تكون عظاميا هذا هو الأساس فضل معنى متصل لأخت وردة خلينا نقول فضلي أخت وردة بس كنت عايز سلام كنت عايز أتابع الحرفة بس يعني أسمع ما شايف ما شايف حدا يعني ما متابعة ما شايف طيب موضوعنا هو موضوعنا عن الجهاد ومفهوم الجهاد بالإسلام إذا في عندك أي شيء تقولي خلاص نحوه نتصل بعد شوية أعز أسمع الصوت الأساس يهمني نبينا سامي بدي أحكي معك تفضل وردي هلأ الحلقة هي مسجلة وفي تعليقات تحت فإذا عندك تعليقات ممكن والإيميل تعي موجود فإذا حاب برضه تسألي بعض الأسئلة أنا تحت تحت تصرفك وإن شاء الله في الأسبوع القادم حيتمون حلقات أخرى والتمنى مداخلاتك فضل أكيد أكيد أنا بتشكرك أختي وردي على كل حال يعني ممكن حلقات جاية تتصلي وتعطي رأيك بكل حرية وعلى فكرة مثل ما قالت الإسم ليس للصوت بس الصوت يعني ما أظن تصير أي شيء أنا بتشكرك كتير أختي وردي شكرا على إن أختي كتير تسلمي تسلمي ونحنا في انتظار مشاركاتك في الحلقات القادمة عا كل حال بشكرك كتير طيب في عندي سؤال نبينا بس دقيقة وحده والسؤال وين صار هو السؤال عم بيقول نبينا سامي هل تعتقد أن الإسلام سيبقى في شمال أفريقيا بصراحة أنا ما عم بشوف السؤال بالضبط بس نتذكر السؤال أوكي حاليا 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 في شمال أفريقيا اللي أنا بتصل فيهم وهم وقت قصر هم من أصل أمازيغي ومعروف الشعب الأمازيغي كلمة أمازيغ يعني الشعب الحر وأنا حيي وأنا أعتبر أنه علم الأمازيغ هو من أجمل أعلام في العالم لأنه هو يقطع سلاسل العبودية هذا أنا أفهمه كذلك العالم فعل الأمازيغ وهم استعبدوا استعبدوا من المسلمين وابن خلدون بذاته بيقول أنهم ارتدوا عن الإسلام ثلاثتاشر مرة وثلاثتاشر مرة جبرون بالعصر بالسيف لأنهم يرجعوا للإسلام وأظن هذه هي الردة الأخيرة وقال العلم الأمازيغ هم أحفاد غوستينوس وهو أكبر مفكر مسيحي في كل العصور فالسوف غوستينوس كان أسقه في الجزائر وأحفاد والد القديس غوستينوس كانت اسمها مونيكا وكانت هي أمازيغية والأمازيغية أعطوا ثلاث بابوات لروما ثلاث من البابوات في روما كانوا من أصل أمازيغي وأظن يعني من الصعب من الصعب أن المسلمين يسيطروا على الأمازيغ لمدة أطول أظن كفاية 14 كر كفاية 14 قرن استعباد وحان موعد الاستيقاظ والتحرر والرجوع لإسمكم الحقيقي وهو شعب الحر كل انتماء للإسلام اليوم إما لأنه ولد من عائلة مسلمة أو جبر أنه يبقى في الإسلام فأمل أنه كل إخواننا الأمازيغ يخرجوا من الإسلام بكل حرية كما فرض عليهم دخول الإسلام بالعصى وبالسيف وأحيي كل الأمازيغ اللي بيسمعوني والأمازيغيات وهم قصر وأنا أشوفهم دائما واكتبولي وأستمع عليهم وتحية يعني خاصة لهم جميعا من بين جميع الشعوب العربية لأنهم فعلا هو شعب حور وتحيتي كمان لجميع الأقراض وأمل أنه كل الأقراض أيضا يوم الأيام يطرقون الإسلام كما فرض عليهم الإسلام فضل بكل تأكيد نبينا يعني هو أنه راح يترك الإسلام والردة الأخيرة هي الردة الكبرى اللي راح حاصله حاليا وراح تنتج كتير في المستقبل معنا التصال من الأخ أحمد شلبي تفضل أخي أحمد أنا أساس جان كنت مسلم على نبينا عايدنا عن استثار بس أخصوص الآية الشريعة الإسلامية الموجودة في القصول المصري هل دفتح باب لدخول بس قدام آدي الجهات بشكل شرعي أكثر بشكل قانوني إن ناحية قانونية أي حكم يستغلل بشكل مباشر والسؤال الثاني حال ليه قصدي يلجأ المؤلف الدينيين زي ما يقول عليهم يعني إن هما بيحاول يقولوا إن إحنا مش فاهمين أو إن دعائش مسلا اتصارت آيات الجهاد بشكل خاطئ في القرآن وإن العصور مش بها كان كده ومن آيات الآيات بطباع الحليب يلجأوا لهذا طيب أنا أتشكر كثير أخي أخي أحمد أتفضل أخي السؤال الأول لم يوضح لي لم يوضح لي ممكن إذا فهمت أخي جان السؤال أخي هل قانونيا وجود مادة الشريعة الإسلامية في الدستور المصري وأصدق يفتح الباب قانونيا للجهاد لتكون شيء قانوني في الدولة نعم نعم هل هل وضح لي العمر فعلا هذه المادة هي خراب بيت لمصر بذاته الإسلام دين الدولة الشريعة الإسلامية المصدر أساسي في الدستور المصدر الأساسي في الدستور الارهابيين بكل كهو الإسلام يطالب الناس بالجهاد وتصرفاتهم كلها مبنية على الإسلام فهنا ربط ربط حقيقي في الدستور وتتعرف الحادث الأخير اللي صار اللي صار في مصر حيث تم تعريط عجوز في شوارع أحد القرى الصعيدية ليه أساسه الأساس أنه الإسلام هو دين الدولة ودين الدولة يمنع زواج أو علاقة غير مسلم مع مسلمة بينما العكس هو صحيح وهذه هي من رواسب السبي وهذه من رواسب السبي يعني أحد شروط أحد شروط الذمة هو أنه المسيحي أو اليهودي أنه ما يخدش من نساء المسلمين فإنما يسمح للمسلم أن يتزوج من مسيحية أو يهودية وهنا كثير من البنات الأقبار يتم اختطافهم وهذه مشكلة فكلها كلها سببها هي المادة الثانية من الدستور نحن نطالب جميعا لكن بالغاهة المادة نطالب خاصة أيضا هو تبني قانون مدني قانون مدني زواج مدني يسمح بزواج بمن تريد كما مثلا فعلت سويسرا في سنة 1874 1874 يعني منذ قرن ونصف تقريبا حلت حلت المشكلة حتى اليوم لم نحل هذه المشكلة وهذه فتحة الباب لجميع الفتن والإرهاب ضد غير المسلمين وعدم وعدم اندماج المشترع يعني التعايش بين الطوائف الطوائف المسيحية والإسلامية هو على أساس الظمة وأساس الظمة هو هو مصدر هو واحد كما قرعنا انه في الجهاد يخير الإنسان بين ثلاث أشياء إذا ما كانش مسلم لما يصير مسلم أو انه يقتل للنظام الظمة ونظام الظمة داخله داخله انه لا يعطى جميع الحقوق وإذا لا يقبل بذلك ولا يدفع الجزء فيقتل ويسبع وهذا ما حدث مع اليازدين الذين لم يعتبروا أهل ذمة فتم سبيهم وهذا كله يعني يجب أن نغير الترقيب الدينية للمجتمع والنظم الدينية للمجتمع نفس الفصل تام بين الدين والدولة أو كما قال المرحوم محمود محمد طالع منه عنه حلقة أنه يجب أن نستغني عن القرآن المدني وجميع النظم القانونية التي جاءت فيه وهذا يعني أن نتخلى عن المادة الثانية من التسطور وليريد يلتزم يلتزم فقط في القرآن في القرآن المكدي هذه النقطة مهمة هل السؤال الثاني أخي الفاضل آه عن الملحدين لا السؤال الثاني هو يقول ليش الفقهاء والشيوخ في منهم بلجعوا كثير أنه داعش لا تطبق الإسلام داعش لا تمثل الإسلام بشراسة مع أنه الداعش تطبق الإسلام بحزافيري يعني ما هو واحد حتى يجيبه آيات قرآني أو فتوى من تيمية أو من صحيح البخاري والشي بنعرفه تفضل أنت تعرف أنه هذه الفكرة أنه داعش لا تمثل الإسلام تجدها بين مسلمين وبين غربيين أنفسهم الاثنين أنا كنت في فرنسا الأسبوع الماضي وهناك غربيين بقولوا لي لا الإسلام ديني كوي هم غربيين ديني كوي وهل تظن أنه داعش تمثل الإسلام فسأل شخص كان بحد يعرف الإسلام لأنا أعطيك تفاصيل قال له هل أنت تظن أنه داعش تمثل الإسلام قال له كل مسلم ممكن يكون داعشي وما تقوم بده داعش لا يختلف فتاة عما قام به محمد وما جاء في تعليم القرآن وما جاء في السنة وما جاء في كتب الفكر وأنا في كتابي عن الجهاد تعمدت للغربيين أن أنشر نص بالرشد لأنه بالرشد يعتبر فلسوف تنويري بينما هو لا تنويري ولا كشل ولا شيء ده كلام فارغ كله كذب كذب حتى أنهم يروا بعينهم أنه ما تفعل داعش لا يختلف بحرف واحد عما جاء في كتب بالرشد يعني هذا وأنا أقول لهم عما تنعطيني أعطيني شيء واحد أعطيني شيء واحد عملة داعش مالوش أساس في سنة النبي محمد في القرآن في كتب الفقه المعتبرة في كتب التفسير المعتبرة بعدين بتكلم على رأس العين أما ترميلي إنه لا دا دا هدولة صعالقة دا هدولة حرامية فقط وهدولة يعني ما لهمش أي علاقة بالإسلام ولا 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 لا مو صحيح مو صحيح همو حقيقة مثل ما قال أحد الصحفيين المصريين إبراهيم عيسى وعيسى إبراهيم لحاصله يقول لك ما تكذبوش تكذبوش هدولة كلها لها مصاري لكن هم المشكلة مع الصحفيين عامة يقول لك لا بس ما ممسوش القرآن هنا المشكلة ما تمسوش القرآن لكن الأساس المشكلة هو القرآن الجهاد وداعش والسبي وغيره وغيراته النصوص ما نصوص عليها في القرآن متقداش تقول لي لا الغربيين جهال والمسلمين اللي بتدعوه حبوا يعملوا دعاية فارغة مثل قلت لك هذا الداعية الجزائر اللي موجود في سفيسرا قل لك الإسلام لم يدعو أبدا إلا العنف إزاي بقى تجنب عن ناس هيك والصحافة توزع مقالاته في كل البيوت اللي موجودة في سفيسرا كذب عن ناس ولما ييجي واحد يحاول يرد عليه يمنعوه هنا المشكلة هنا المشكلة الكذب لا يوصل إلى أي نتيجة الكذب لا يوصل إلى نتيجة نحن نريد الصراحة هلأ أخي احنا الكلام اللي نحكيه هنا أنا وإنتي أخي جان ليش مثلا التلفزيون المصر ما بيديعو ليه مثلا شو اسمه كناة الجزيرة ما بيديعو ليش ليش مثلا الكنوات الفرنسية ما بيديعو ليش مثلا الصحافة الفرنسية المهمة أو السفيسرية المهمة ما بيديعو ترفض ترفض طب هذا العمل يعني إلا مظل مربوطين بحلقات صغيرة طبعا الحال يعني هذا فخر إليك أخي جان إنك تسمح ببرنامج مثل هيك بس صوتنا غير مسمو لا يريدون الحقيقة إنهم إنهم يخافون الحقيقة إنهم يخافون الحقيقة ومدام أنت تخاف من الحقيقة ما فيش تقدم ممكن لا هو لا صالح المسلمين ولا هو لا صالح الغربيين فضل طيب أنا أصدقائي بعتذر كثير عن إذا في أي تعليقات ما استقبلناها أو أي تليفونات قصدي سكايب طيب نبينا نحن صارت تقريبا ساعتين إلا شوية فما نتقل عليك أكثر من هيك الحلقة القادمة شو بتحكينا عنها اللي تريد ممكن الحلقة القادمة نتكلم عن الجزية 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 في الإسلام ما معنى الجزية هي مرتبطة بالحلقة الآتية أو إذا أنت تريد ممكن ناخذ موضوع الزكاة اللي أنا كنت في كتاب مثل ما تريد يعني أو موضوع الردة الردة خلينا على موضوع الجزية لأنه موضوع كتير مهم بصراحة موضوع الجزية أوكي أوكي هذا أنا أيضا أرى مهم حاليا أنهي كتاب الفرنسي عن الجزية وهيك نحاول برضو نترجم للعربي إذا سمح لي الوقت بذلك إذا خلينا إيش أنت تحب يوم الخميس القادم مثل ما تعودنا ما بعرف إذا بتحبي يوم الأحد أنا لأنه نح 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 لأنه عم بيصير عندك رحلات شغلات بأيام العادية في يوم الأحد يكون رسمي يعني للشباب ممكن انتظرون وعندك عطلة يعني بالبلد في عطلة رسمية أنا أنا قاعد معطل طول السنة كمتاعد لكن دائما شغير في الحال دائما مشتغل لكن منيح الأحد يعطيني وقت كافي لتحضير الحلقة لأنه بيأخذ وقت بأكيد أكيد نبينا فموعدنا يوم الأحد الساعة خمسة بتوقيت لندن مثل العادة والساعة ستة عندك تمام عن الجزية الجزية في الإسلام تمام أصدقائي أنا كمان بعد ساعة من هلا في عنا حلقة مع الأخ ملحد مصري اسمه عمر حامد صديقنا ومجاهر جديد وخلي ياريتهم تكونوا معنا ونشوف الحلقة كلها تنسوا طيب نبينا كلمة أخيرة بتحب تقول بموضوع الجهاد ومفهومه بالقرآن أنا فقط فقط حب يتوجه الشكر إليك وجميع المستمعين والمشاهدين وأمل أنه كل واحد منهم يحاول يضع هذه الحلقة في صفحته في الفيسبوك حتى يزيد عدد المشاهدين ودله على الخير على الغير وبعد كم من يوم حتيجدوا كتابي عن الجهاد متوفر باللغة العربية كما هو الآن متوفر باللغة الفرنسية ولا تنسوا تبعات العربية للقرآن المجانية كلمنا عنها في الحلقات السابقة ووزعوها بأكبر عدد ممكن يعني إحنا ما عندنا شمكانيات الجزيرة يعني لأسف ما عندنا شمكانيات الجزيرة ولكن بجهد كل واحد مننا ممكن نصلي نتيجة وشكرا أخي جان على جهدك الشكر لك نبينا الشكر لك ومثل ما قال نبينا السامي يعني أنا بدوم صوت إلى صوت يا جماعة حاولوا تنشر هالكتب هاي حاولوا أدنى تقدر وتوصل لأكبر عدد ممكن من الناس حتى يستفيد وحتى اللي ما هنفكر نهائيا يبدأ يشغل عقله حتى الفيديوهات هاي كتير مهمة يعني محاضرة ساعة نبينا بتكفي بصراحة كتاب كامل يعني أنا بتمنى كل الناس تسمح الفيديوهات كل الناس تقرأ هالكتبات حتى نبدأ نفكر بشكل منطقي بشكل صحيح ونقدر نصلح هالعبط الشايفين ببلادنا للأسف الشديد عدني ملاحظة أخيرة أخي جان الحلقات تعونك والحلقات وتوزع علشان إن صار ما صار يعني ما تختفيش لأنه صعب تعيدها صعب تعيدها يعني لازم نعمل نسخ منها على قدر الإمكان كل مستمع عنده إمكانية إنه يسجل إنه يعمل يعني بيك أو متلهيك للحفاظ عليها إنه يعمل كل جهد لأنه لن تتمكن من إعادة هذه الحلقات يعني وانضاعك للأسف هذه حلقات تاريخية هذه حلقات فعلا تاريخية بكل تأكيد مبينا نحن أنا بالنسبة لي كله مؤرشف وكله ما في حلقة ما سجله وفي الأرشيف وفي لكل شيء وحتى أنا سويت كمان شباب أصدقائنا أنا سويت قناتين تانية حطيت فيها كل حلقات الجهر بالإلحاد يعني نحن ما رح نتوقف وموجود كل شيء نسجل بيجوز ثانية ما في ثانية لم تسجل عنه ومستحيل نعيفة تروحك لأنه خصوصا المحاضرات هاي شيء قيم خصوصا من نبينا سامي يعني محاضرات قيمة ومحاضرات تاريخية بصراحة كل المحاضرات مهمة كل المحاضرات مهمة المشكلة أنه ما نقدرش نعيدها هذه هي المشكلة فإذا اختفت يالي للأسف ضع علينا أرشيف كامل لحركة التفكير الجديدة لن تختفي مثل ما بقوله عقولنا تزن عقول كل المغيبين لن تختفي نحن موجودين وهي حلقات موجودة والكمبيوتر موجود وفكر الملحدي موجود وراح يستمر بإذن العقل مثل ما بقوله يعني لن يختفي شيء نهائيا تسلم 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 نبينا طيب شكرا لكم أصدقائي واستنونا شي ساعة كمان في حلقة مع الأخ عمر حامد شكرا لكم شكرا لك نبينا شكرا مع السلامة أخي جان النبي جان مع السلامة مع السلامة شكرا شكرا شكرا